دون يمثل اعتداء على المبادئ الأساسية التي كنا بإنشائها معنا المبادئ التي يبنى عليه النظام الذي يحمي السلام والأمن مبدأ أن دولة ما لا يمكن أن تغير النظام بالقوة ولا يمكن أن تملي اختياراتها وسياساتها على دولة أخرى مبادئ مثل أن دولة ما لا يمكن أن تقوم بإخضاع الدول المجاورة لها كل هذه المبادئ يعتدى عليها من طرف الرئيس بوتين عندما عتدى على أوكرانيا إذا سمحنا بانتهاك هذه المبادئ بدون أي عقاب أو محاسبة نحن نفتح باب لا يمكن أن نغلقه مرة أخرى في العالم فمثل هذا الأمر سوف يحدث مرات عديدة السلام والأمن الذي تمكن من تحقيقه حول العالم سوف ينتهي ولذلك في المخاطر هنا حقيقية للغاية وتعنى بالناس وحياتهم اليومية وأيضا المبادئ التي لا بد أن ندافع عنها وهذا هو ما نقوم به نحن ننافع هذه المبادئ بكل ما في وسعنا لأن هذه المبادئ هي التي ساعدتنا على تحقيق السلام الذي حققناه معنا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الرئيس بايدن هو الذي طلب مني أن أأتي إلى هنا وأقابل القادة الأوروبيين لأن رئيس بايدن مقتنع أن هذه الشراكة ما بيننا هي الخيار الأول والنظر إلى كل المشكلات التي يواجهها مواطنون في كل يوم لا يمكن أن تواجه بدون العمل معنا لا يمكن أن يتم حلها بشكل انفراضي وفي خلال هذا العام وفي خلال الجهود التي بدلناها لتعزيز الشراكة ما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لقد قمنا بإنجاز أمور رائعة حقا في مجالات مختلفة في المناخ والتكنولوجيا الحديثة وغيرها من الأمور ولكن نحن نختبر الآن نختبر في هذه الأزمة وهذا لأننا استثمرنا معا في هذه الشراكة ولكن نحن نرد على هذا الاختبار وكما قال الرئيس على أصعيدة كبيرة الدعم لأوكرانيا والمساعدة اللاجئين والعمل معنا بوحدة كل هذه الأمور نقوم بها معنا من أوروبا ومن الاتحاد ومن الولايات المتحدة من الرغم من الصعب حقا أن أجد كلمات المناسبة ولكن من المدهش حقا ومن الرائع أن نرى كيف قام الاتحاد الأوروبي بالعمل بشكل فعال وسريع في الحقيقة كل هذه الأمور لم تكن ممكنة منذ أسابيع ماضية ولكن الآن هي واقع على الأرض وهذا لأن الاتحاد الأوروبي موحد وفعال ويعمل بجدية ومن الرائع أن تكون لنا هذه الشراكة معكم لأنها حقا ناجحة للأسف الشديد هذه الحرب ربما لا تنتهي في المستقبل المنظور ولذلك لابد أن نعمل معا لابد أن نستمر في العمل معا ونصل إلى حل معا وكما قال الرئيس هناك العديد من الدول حول العالم التي هي مواحدة وتتفق مع كل الخطوات التي قام بها الرئيس بايدن لابد أن نواصل هذه الجهود حتى تسعيد أوكرانيا سيادتها ووحدة أقاليمها شكرا جزيلا